اهلا بكم مرة تانية ومشاهدين نهاية الأسبوع وهنتكلم النهاردة عن مبادرة مهمة جدا من وزارة التضامن اسمها سكن كريم الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي يتبنت مبادرة لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة علشان يوفروا خدمات صرف صحي وميت شرب نظيفة للأسر ويحسنوا البنية التحتية لبيوتهم ويرمموها فيه أسئلة كتير حول مبادرة سكن كريم هنقدر ازاي نستفيد منها ايه هي اصلا هذه المبادرة ومين الأسر الأولى بهذه المبادرة يعني وفقا لإيه بيتم اختيار الأسر أو بيتم اختيار المناطق أو المحافظات اللي هيتم فيها أو هتتم فيها مبادرة سكن كريم بالفعل مبادرة ابتدت في الشغل بس النهاردة هنوضح تفاصيلها بالكامل مع ضفنا اللي منورنا في الستوديو مهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للأشغال العامة أهلا بك يا فش مهندس من هودي أهلا بحضرتك وليا الشرف نكون معاكم أهلا بسياتة كيف عندي؟ طيب في ناس كتير كانت متلخبطة في مبادرة سكن كريم وكانت متخيلة أن هي أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أنه هم يعني حاجة زي الإسكان اللي تبع المحافظة إسكان تبع وزارة الإسكان حاجة زي كده احنا عايزين بس نشرح مبادرة سكن كريم عبارة عن إيه بالظبط؟ مبادرة سكن كريم طبعا ليست إسكان اجتماعي وليست تخصيص مساكن للمواطنين أو للمحتاجين للسكن مبادرة سكن كريم مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في نهاية العام الماضي وبدأ تنفيذها مع مطلع العام الحالي 2018 الغرض منها أنه ندور على الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر فقرا وأكثر احتياجا والمواطنين اللي مساكنهم بتفتقد إلى أبسط قواعد الأدمية من ناحية في بيوت بلا سقف في بيوت بلا دورة مياه في بيوت بلا وصلات مياه شرب نقية في بيوت بلا وصلات صرف صحي أمنة الأسر دي هي دي اللي احنا بنسعى إليها و بنصل إليها الحمد لله وبدأنا كمرحلة أولى في المجموعة من المحافظات والقرى اللي حوالله حالح لحضرتك دلوقتي و بنعمل مراجعة لحالة المنزل المنزل اللي محتاج سقف بيتم تسقيفه بيتم قاعدة تأهيله بيتم إنشاء دورة مياه أدمية بيتم توصيله بشبكات مياه الشرب النقية بيتم ربطه بوصلة صرف صحي لأن المواطنين دول من الأسر الأولى بالرعاية الأكثر فقرا اللي احنا بنختارهم أصلا من قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة المسجل فيها جميع الأسر التي تقدمت للقيد في برنامج تكافل وكرامة من الأسر الأكثر احتياجا اللي دخلها محدود أو اللي ملهاش دخل كافي للحياة الأدمية و زي ما دايما بنقول أنه يعني من أفسد حقوق الإنسان بالإضافة إلى المأكل والمشرب وإلى العمل وإلى توفر خدمات الصحية وتتوفر الخدمات التعليمية والخدمات الإنسانية أن يكون له مأوى آمن وبالتالي الناس اللي هي عندها ظروف المسكن بالمواصفات اللي أنا وضحتها لحضرتك دي بنسعى إلى أن نحن نحول هذا السكن إلى سكن كريم يعني التتوفر في أفسط شروط الحياة الأدمية طيب إحنا شايفين قدامنا الصور عن الهواء حضرتك دي كانت برضو أثناء العمل على الاهتمام ببعض في أثناء ترميم أحد المساكن لأحد الأسر المستفيدة من البرنامج في إنشاء سقف أو إنشاء حائط للتركيب السقف عليه هي دي البيوت ودي الأسر في الصور دي اللي احنا بنسعى إليها وبنبحث عنها طيب بشمهدنس دلوقتي في بعض الجمعيات الخيرية وناس كتير كنا بنسمع عنهم وبعض المتبرعين كانوا بيعملوا حاجة زي كده كانوا دائما بيروحوا للقرى الفقيرة واللي بيقدروا عليه طبعا هم بيقدرواش ياخدوا يعني عدد كبير بس كاي بيقدروا عليه ياخدوا بيتين تلاتة يعمل لهم سقف يعمل لهم حيطة يوصل لهم وصلات مية بجمع طبعا من التبرعات حتى لو هم جروب مع بعض أو تابعين لجمعية بيعملوا الكلام ده طبعا وجود مثل هذه المبادرة تحت مظلة حكومية أو مظلة رسمية طبعا يعني حاجة أفضل بكثير إن بيكون فيه مرجعية رسمية للموضوع أو للمبادرة هل فيه تعاون ما بينكم وممكن يكون تعاون ما بينكم وبين هذه الجماعيات يعني عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من البيوت المحتاجة احنا مش بس بيبقى فيه تعاون مع الجماعات الاهلية هذه المبادرة ينبغي أن تتضافر فيها الجهود من جهات متعددة علشان تقدر توفر أكبر قدر ممكن من الموارد ومن الإمكانيات لخدمة الأسر المستهدفة في هذا البرنامج الإنساني وبالتالي عندما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي هذه المبادرة بيتم التنسيق وتعاون فيها مش بس مع الجماعات الاهلية مع عدد من الوزارات زي وزارة الإسكان زي وزارة الأوقاف وزارة التنمية المحلية وزارة الأوقاف خصصت 100 مليون جنيه لدعم مبادرة سكن كريم وزارة الإسكان بتشترك معنا من خلال الشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة في تنفيذ وصلات مياه الشرب وصلات الصرف الصحي وزارة الإدارة المحلية بتساعدنا في مراجعة البيوت من خلال وحدات الإدارة المحلية للتأكد من الأسر المستهدفة وأن هذه هي الأسر الأولى بالرعاية وبحث الحالات والتأكد من استحقاق هذه الأسر أما بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني الجماعات الأهلية والمؤسسات الأهلية فتدخل معنا شريكة في تولي تنفيذ مكونات هذا البرنامج ومش بس المشاركة في تنفيذ المكونات أيضا في تمويل يعني إحنا بندخل في تمويل مكونات هذا المشروع من خلال صندوق دعم وأعانة الجماعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن معالي الوزيرة خصصت 200 مليون جنيه من هذا الصندوق لدعم برنامج سكن كريم بالإضافة إلى 25 مليون جنيه من المؤسسة العامة للتكافر الاجتماعي مجمعيات الأهلية المشتركة معنا في هذا البرنامج بتدخل معنا بمساهمة بـ 20% من التمويل يعني إحنا وزارة التضامن الاجتماعي بتتحمل 80% من تمويل المكونات والجماعيات الأهلية القائمة بالتنفيذ بتبقى شريكة معنا في التنفيذ وفي التمويل بـ 20% من قيمة التمويل طيب كويس قوي دلوقتي باش مهنس فيه أي جامعية يعني هل أي جامعية أو أي مثلا مجموعة عم بيعملوا أعمال خير يقدروا يشتركوا معاكم في ده وبتبحثوا عنهم أو عن مثلا يعني طبعتهم مشهرين لهم صفة قانونية لأنا هقول حدك حاجة يعني جماعية خيرية دي حاجة كويسة جدا وكلنا بنعتز بوجود جماعيات خيرية في بلدنا بس في جماعيات معينة بتأخذ التمويل بتوضي في حيط التانية خالص فحضراتكم ازاي بتبحثوا عن الجماعية اللي جاية تشترك معاكم أو عن حتى لو مجموعة مجموعة رجال الأعمال ومجموعة سيدات بيحبوا ان هم يشتركوا مع بعض ويعملوا حاجات زي كده بتطلبوا منهم ايه بالضبط احنا برضو في معانا دخل مجموعة من رجال الأعمال والقطاع الخاص لدعم هذه المبادرة والجماعات الأهلية اللي مشتركة معانا في تنفيذ هذا البرنامج وتمويله في الوقت الحالي احنا طبعا جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينبغي ان تكون مسجلة ومشارة لدى وزارة التضامن الاجتماعي وبالتالي احنا عندنا في وزارة التضامن الاجتماعي امكانية ان احنا نقيم اداء هذه الجمعيات وبنتابع نشاطها وتاريخ اشارها وخبراتها وقدرتها على المشاركة في هذا البرنامج والجمعيات اللي بتبادر الى انها تطلب مننا المشاركة معنا في تنفيذ هذا البرنامج بنرحب بيها طبعا لكن بنعمل نوع من التقييم للجمعية ولأداءها يعني مش اي حد جايب فلوسي طبعا ولجبديتها في التنفيذ بالاضافة لان احنا عندنا وسائل المراقبة المتابعة يعني المستفيدين اللي بيتم اختيارهم علشان يتم دعمهم من خلال البرنامج بيتم اختيارهم من واقع قاعدة البيانات الخاصة بتكافل وكرامة اللي فيها جميع الاسر الفقيرة التي تقدمت للحصول على مسندة هذا البرنامج ما عليش مش مهنزه هو لو في حد مش مسجل في برنامج تكافل وكرامة واسرة برضو فقيرة ما تعرفش يا فيه ناس ما تعرفش هم يتسجلوا ازاي يعملوا اي بقى احنا بنسعى لهم وبنروح لهم بمعنى ان احنا مش بس بنختار من قاعدة البيانات الخاصة بتكافل وكرامة احنا ايضا بنراجع ميدانيا لانه في بعض الاحيان قد تكون بعض المعلومات المسجلة في قاعدة البيانات غير دقيقة او غير صحيحة يعني مش عايز اقول انه في بعض الاحيان قد تكون المعلومات المقدمة معلومات مدلسة او مش مظبوطة عشان يحصلوا على المعاش من خلال البرنامج احنا قبل ما بنبتدي تنفيذ المكونات والانشطة الخاصة بسكن كريم بنعمل بنعيد او بنعمل معينة ميدانية مرة اخرى لمنازل هذه الاسر ونتأكد من انتباق شروط عليها ونتأكد من حالتها وده بيكون من خلال الجامعات الاهلية الشريكة معانا من خلال شباب محترم هم بيبقوا بي دايما بيروحوا ميدانيا بينزل يزور الاسرة ويعاين المنزل ويتأكد من صحة البيانات المدرجة ولو وجدنا انه في بعض البيانات غير دقيقة او غير صحيحة بنستبعد هذه الحالة تماما اما بالنسبة للأسر التي ربما تكون ما عرفتش الطريق الى انها تطلب معاش ضمان اجتماعي او تسجل نفسها في تكافل وكرامة واحنا بنشتغل في المناطق الفقيرة لان احنا برضو زي ما حقول لحضرتك احنا اخترنا المناطق الاكثر فقرا وبدأنا في المرحلة الاولى من برنامج سكن كريم في الخمس محافظات الاكثر فقرا في مصر تبقى لمؤشرات وبيانات واحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحسن جميل هذه المحافظات هي محافظات المينيا واصوت وسواج وانا ولقص دي محافظات المرحلة الاولى اللي احنا شغالين فيها حاليا حضراتكم اشتغلتوا بالفعل في المحافظات دي وحققتم فيها ولا انتم لسه بتشتغلوا فيها الخاتب الحسن